بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطالبة نبدأ معكم بإلقاء محاضرة حول موضوع التمويل في المشاريع السياحية لنتعرف على مفهوم التمويل وأهميته الاقتصادية ومن ثم المصادر التي من خلالها يتم الحصول على التمويل نبدأ بمعرفة مفهوم التمويل يعرف التمويل بأنه توفير الموارد المالية السيولة النقدية اللازمة للاستثمار والتي يحتاجها المشروع سواء كان المشروع صناعياً أو زراعياً أو خدمياً بمعنى سياحي من أجل إنفاقها على الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك بالنسبة لأهمية التمويل عزائي الطلبة تعتبر وظيفة التمويل من الوظائف الإدارية البالغة الأهمية في مختلف المنشآت السياحية وخاصة الكبيرة منها حيث يترتب على عمليات التمويل اتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة باختيار حجم ومصادر التمويل والقرارات المتعلقة أيضاً بالاعتمال فالقرارات المتعلقة بالتمويل واختيار مصادر التمويل تعتبر من القرارات المعقدة التي ينبغي على المدير المالي في المنشئة أو الشركة الإلمان بها قبل أن يتخذ قراره بهذا الخصوص عليه إجراء دراسة مستفيضة ومتأنية خاصة في الأمور التالية تحديد المركز المالي للمنشئة تحديد المركز الاعتمالي للمنشئة تحديد الكزامات المنشئة تحديد إنفاق المنشئ الاستثماري أو إنفاقها الرئيس المالي تحديد كمية ونوعية الاحتياجات من الأموال وأخيراً اختيار مصادر التمويل الملائمة حيث يتحتم على المنظمة أن تقرر كيفية المزج بين مصادر التمويل المختلفة من حيث الكم والنوع والمصدر ويمكن تلخيص الأنشطة الضرورية لوظيفة التمويل في الأمور التالية التخطيط والرقابة المالية الحصول على الأموال استثمار الأموال مواجهة مشاكل مالية خاصة عزائي الطالبة إن الهدف من عملية التمويل هو توفير رؤوس الأموال اللازمة لقيام مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وهذا يوضح أهمية التمويل في تكوين أو توسيع المشاريع الاقتصادية وبالتالي فإن بحث الحصول على الأموال من مصادر التمويل من قبل المشاريع لا بد أن يسبق عملية التخطيط ذاتها داخل هذه المشاريع بمعنى لا جدوى من التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية في أي شركة مثلاً قبل أن تنظر هذه الشركة في إمكانية الحصول على التمويل اللازم وعندما تستطيع الشركة الحصول على رأس المال لا بد أن تراعي بأن يكون بأقل تكلفة ممكنة مما يعني أن يكون رأس مال مربح وذلك عن طريق المفاضلة بين مصادر التمويل لأن تكلفة الحصول على التمويل تتغير من مصدر تمويلي لآخر وهذه مسألة اقتصادية يترتب بحثها ومقارنة تكلفة التمويل مع العائد المتوقع من المشاريع التي يتم تمويلها من المصدر المطلوب نأتي الآن إلى معرفة مصادر التمويل أعزاء الطلبة يوجد مصدرين أساسيين لغرض تمويل المشاريع السياحية هما هناك مصادر داخلية والتي تقسم إلى ما يأتي أولاً الأرباح المحتجزة ثانياً الاستئجار ثالثاً الاستئجار التمويلي رابعاً الاستئجار التشغيلي خامساً البيع مع عادة التأجير سادساً شهادة استثمار الآلات والمعدات سابعاً مصادر ثانوية أخرى تتبعها الشركات السياحية المصدر الآخر هو المصادر الخارجية والتي تقسم إلى الأسهم بأنواعها إن كانت عادية أو ممتازة السندات أيضاً بأنواعها المختلفة التمويل من خلال السحب المصرفي التمويل من خلال القروض المصرفية والقرض التجاري ومن ثم المضاربة برئيس المال عزائي الطلبة وبذلك تنتهي المحاضرة الخاصة بمفهوم وأهمية التمويل شكراً لأصغاءكم ويرجى منكم الإجابة على الأسئلة التالية السؤال الأول وضح مفهوم وأهمية التمويل السؤال الثاني عدد مصادر التمويل الداخلية والخارجية شكراً لكم طلبتي